السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة تيوت جوهراء اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم طريقة تحضير فطائر بعجينة عشر دقائق اللي كتجي فعلان رائعة جدا وطريقتها جديدة مميزة انتمنى ان شاء الله هاد الوصفة للاعجابكم انتزل المقادير وطريقة تحضير على بركة الله بالنسبة لمكونات هذه الفطائر غادي نحتاج كأس الماء دافي جوشكي سانديا للدقيق كأس كأس الحالي بيكون دافي كذلك ملعقة كبيرة من السكر حبيبات وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية او خميرة الخبز غادي نبدأ على بركة الله غادي نحط روء في تحضير هذا الوصفة غادي ناخده هنا وغادي نوضع الكأس الماء دافي وغادي نضف جميع السوائل بشرط انها تكون دافية غادي نضف الخميرة وغادي نضف كذلك سكر حبيبات او ساندة وغادي نخلطهم بالخلط اليداوي حتى كي ينسجموا هذا السوائل مع بعضيتهم وغادي نضف قليل من الملح ايضا وغادي نخلطهم زيان بهالطريقة وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم يرتاحوا مدة عشر دقائق ان شاء الله من بعد انتلقوه بعد ما خلط المكونات اللي خلطهم مدة عشر دقائق غادي نضيف الدقيق وبنسبة الدقيقة لبنات يعني غادي تضيفه حتى كتحصلوا على واحد العجينة اللي هي لينا وتكون رطبة غادي نستعمل ايديا بسهولة وغادي نشوف يعني غادي نبقى نضيف الدقيق شيئا فشيئا وهكذا كنخلط العجينة كما كتشاهدوا معي خديت العجينة ملئينة ووضعتها فوق سطح العمل بهذا الشكل يعني غادي نخلط العجينة مزيان كنحصل على واحد العجينة اللي هي لينا ورطبة وهذا هو الشكل وهذا هو القوام ديال العجينة باش غادي ان شاء الله نخدمه هاد الفطائر بالنسبة بالحشوة يعني كتبقى مسألة اختيارية انا هنا خديت حبه ديال البصلة وقطعتها لشكل قطع صغر ومبعد ما تشحرت مزيان ضفت لها حبه ديال طماطين وكذلك كذلك ضفت توابي الكفتة وكذلك في الاخرية ضفت 250 جرام ديال الكفتة وغادي نخليها الطيب على خطرها غادي ناخد العجينة ديالي ملئنا يعني غادي نخدمها مباشرة وغادي نشكل منها كويرت بهذا الشكل يعني غادي نقطعها بهذا الطريقة بالنسبة لكويرت يعني كيبقوا مسألة اختيارية يعني تقدروا بنسبة الفطائر يكونوا صغار يعني تقدروا تقسموا هذه العجينة الى عدة كويرت بهذا الطريقات اه يعني تكن حصل على اه مجموعة من الكويرات بنفس اه يعني نفس تقدر يعني يكون نفس القياس اه بعد ما قسمت العجينة على شكل كويرت غادي ناخد آآ كويرا واحدة وغادي نسرحها يعني غادي نستعن بالك وكذلك بالدقيق لان العجينة رطبة بزاف يعني البنات الحشوة يعني من احسن تكون الحشوة بردة وكذلك البطاطة يعني الفريد وغادي نستعنوا ايضا ببيض البيضة باش غادي يلسقوا هاد الفطائر من الجوانب وهكذا يعني كنسرح العجينة بهالطريقة وغادي ناخدوا آآ التبصيل يعني بنسبة التبصيل على حسب الفطيرة اللي بغايتها تكون كبيرة يعني كتستعني بالتبصيل كبير او متوسط يعني اخدي التبصيل متوسط لانه بغايت الفطائر يكونوا آآ متوسطين يعني بهالطريقة وغادي ناخد القطاعة وغادي نقطع الجوانب باش تجي هاد العجينة يعني متساوية يعني دائرة يكون متساوية وكيف كتشاهدوا معي البنات يعني العجينة تكون ارقيقة بهالشكل وهكذا آآ كنناخد آآ غادي نوضع البطاطا بهالطريقة يعني على الشكل يعني آآ صراحة كي يجي آآ شكل دي الفطائر آآ مغير ومميز بعد ما آآ ارتبت آآ بعض البطاطا هكذا في الجانب دي العجينة غادي نضيف الحشوة كذلك بهالطريقة والحشوة آآ ضروري تكون بردة باش ما تقطع لنا العجين وغادي ناخده بهالطريقة غادي نرجعه بالنصف دي العجينة وغادي ندهنه ببيض البيض آآ بيض البيضاء الجوانب ديال هاد الحشوة وغادي نجمعهم بهالشكل وهذا هو الشكل ديال الفطيرة ديالنا لهو صراحة كيجي الشكل ديالها رائع ومميز وغادي نستمر آآ بنفس طريقة آآ نوركم آآ الفطيرة طريقة مرة تانية هكذا كننخده آآ كنسرحو العجينة آآ بالتلق وطبيعة الحال دائما كنستعنه بالدقيق لان العجينة آآ وغادي نسرحوها بالتلق وغادي ناخده التوصيل وغادي نقطع بقطع ديال البيتزان بهالشكل باش نحصلو على شكل دائري يكون مقد كننخده البطاطا كنوضعوها بهالطريقة كذلك الحشوة وبنسبة الجوب كذلك يعني بنسبة الجوب كنديرو آآ فرماج حمر او الجوب للاحمر بعد طريقة كنرطه العجينة وكلي تسقوها زيان يعني كتسقوها ببيض البيضة بالجواني وهكذا كنحصلو على فطيرة تانية وهكذا كنستمر بنفس الطريقات كنكملو آآ يعني العجينة ديالنا نقطعوها بقطع ديال البيتزا بهالطريقة كتشي آآ كتشي العجينة ديالنا مقدة يعني شكل دائري وكذلك كنوضع البطاطا بنفس الطريقة فشوة 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 و الجبن سوف نستمر بنفس الطريقة ونزمع العجينة بهالشكل كنسقوها كذلك بضيط البيضاء من الجوانب ونغلق بهذا الشكل وغادي نستمر معكم بنفس الطريقة قبل ما ندخلهم الفران غادي ناخدهم وندهنهم بصفر البيضاء مع ملعقة السوجة وخلطهم زيان ودهنت بهم هذا الفطائر وزينتهم بزيته الأسود وكذلك رشيت عليهم رشيشة دي القصبور وكذلك غادي ندخلهم الفران على درجة الحارة 200 درجة وغادي نطيبهم من بعد إن شاء الله نتلقوا وكيكون الشكل النهائي لهذه الفطائر رائع ومميز وطريقة جديدة كنتمنى وصفة اليوم تنال إعجاب ديلكم وصراحة أنك تستحق تجربة والعجباتكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس باش دائما نيوسلكم جديد قناة تأتيوت جوهراء ونتلقوا إن شاء الله في الوصفات الأخرى بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة